بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مادتنا التدخل المبكر للفصل الدراسي الثالث انوان لقاء اليوم الغرض من القياس والتقييم وقيمتها في نظام الإبس هو نظام القياس والتقييم والبرمجة أهداف لقاءنا لهذا اليوم التعرف على الغرض من استخدامه لنظام القياس والتقييم والبرمجة سواء اختبار للطفل أو المنهج المطبق للطفل يتكون نظام القياس والتقييم والبرمجة من ستة مجالات نمائية وهي مجالات شاملة لنمو الطفل يدرب هذه المجالات فريق متعدد التخصصات ولاحظ أن في هذا النظام يوجد تعاون بين فريق متعددة الخصصات وكذلك الأسرات الطفل من هذه المجالات مجال الحركات الكلية الكبيرة مثل مهارات اللعب الحركة المشي القفز مهارات الحركات الدقيقة أو مجال حركات الدقيقة كيف الطفل يمسك الأغراض الصغيرة كيف يدرب على مسك القلم مسك الملعقة كيف يغلق الإزرار بطريقة صحيحة هذا مجال الحركات الدقيقة مجال التكييفي العناية بالذات مهارات استقلالية للطفل مجال المعرفي جميع العمليات العقلية حل المشكلات المفاهيم مجال التواصل الاجتماعي قدرة الطفل على أو قياس هذا الجالب يقيس قدرة الطفل على استقبال اللغة الاستقبالية أو اللغة التعبيرية كيف ينفذ المهام المجال الاجتماعي علاقة الطفل مع قرانه مع أفراد أسرته مع المعلمين هذا هو نظام القياس والتقييم والبرمجة هذا النظام هو من أدوات القياس القائمة على المنهج وهو مطبق في برامج التدخل المبكر لدينا في المملكة العربية السعودية وهذا النظام محكي المرجع وليس معياري المعياري أقارن أداء الطفل مع أقرانه إذن هذا ليس معياري هو محكي المرجع صمم نظام القياس والتقييم والبرمجة لكي يستخدمه من؟ الأختصاصيون المعلمون أخصائي التربية الخاصة أخصائي التواصل الأخصائي الإلاج الطبيعي أخصائي علاج الوظيفي الأخصائي الاجتماعي الأخصائي النفسي أيضا هذا النظام يستخدمه أيضا معلمو الطفولة المبكرة ومعلمو التربية الخاصة وأخصائي التدخل المبكر في برامج التدخل المبكر الغرض الأساسي من هذا النظام القياس والتقييم والبرمجة سواء اختبار أو منهج للطفل الغرض من هذا يجب مساعدة المهنيين والمؤمهات أو الآباء أو مقدمين الرعاية للطفل ممكن مقدم الرعاية يكون جد أو خال في تحديد أهداف تربوية ملائمة نمائيا هذا الغرض من استخدام نظام الإبس تحديد أهداف تكون هذه الأهداف التربوية مناسبة نمائيا للطفل الطفل عمره سنة سنتين ما أعلم الطفل كيف يلون أو كيف يمسك القلم أبدأ بمجالات سحلة وبعد دلين يبدأ الطفل في عمر خمس سنوات أبدأ أو أعلمه كيف يمسك القلم كيف يلون بالطريقة الصحيحة إذن أن تكون هذه الأهداف ملائمة نمائيا وتخطيط للتدخل فردي للأطفال يساعد على الوصول إلى الأهداف العامة والخاصة ولهذا السبب يمكن أن يقدم نظام القياس والتقييم البرمجة عونا في تقييم الحصيلة الوظيفية لدى الأطفال ووضع أهداف جيدة هذا جميعها الغرض من هذا النظام ووضع أهداف جيدة وصياغة محتوى التدخل ومتابعة تقدم الطفل على مر الوقت هل الطفل اكتسب هذه المهارة؟ هل الطفل أتقن هذا المجال؟ المجال النمائي؟ مسك القلم؟ مسك الملعقة؟ هل الطفل استطاع أن يلبس ملابسه لوحده؟ وتحديد المستوى الآداء الحالي للأطفال عبر العديد من المجالات السلوكية المهمة مع من يستخدم نظام القياس والتقييم والبرمجة؟ يستخدم مع الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية سواء الإعاقة بسيطة، متوسطة، شديدة يستخدم أيضا مع الأطفال ذوي اضطراب، طيف، التوحد يستخدم مع الأطفال في حالة التأخر النمائي وكذلك أستطيع أن أستخدمه مع الأطفال ذوي النمو الطبيعي من صفر إلى عمر ست سنوات لأن هذا النظام يحتوي على مستويين مستوى الأول ويوجد له مجلد خاص لهذا المستوى من صفر إلى ثلاث سنوات ومجلد الآخر الثاني من ثلاثة إلى ستة أنا ما أقدر أوصل للمجلد الثاني من ثلاثة إلى ستة إلا إلى أن يتقن الطفل جميع المهارات في المجال الأول من صفر إلى ثلاثة وتأكد أن الطفل في المستوى الأول أتقن وحقق جميع المهارات أبدأ في تطبيق الاختبار والمنهج الثاني من ثلاثة إلى ستة سنوات لماذا يستخدم نظام القياس والتقييم والبرمجة؟ لماذا أنا أستخدم في برامج الدخل المبكر؟ يعطي أجزاء الاختبار بنظام القياس والتقييم والبرمجة معلومات نمائية أكتشفها مع الطفل نمائية وظيفية ذات صلة تربوية يمكن استخدامها بكفاءة وفعالية لوضع خطط ومحتوى التدخل الفردي هذا الاكتشاف يساعدني في الوصول إلى وضع الأهداف اثنين تجعل نتائج اختبار نظام القياس والتقييم والبرمجة سياغة الأهداف العامة المخرجات والأهداف الخاصة العلامات المرجعية ونشاطات التدخل بسيطة ودقيقة يقدم هذا نظام القياس والتقييم والبرمجة مواد تسمح لأفراد الأسرة بتقديم مدخلات ومشاركات نشطة في عملية القياس وضع الأهداف والتدخل والتقييم لأطفالهم وتشجيع ذلك دعما أستخدم في هذا النظام أو هذا المنهج الأشياء المتوفرة في البيئة مثل قطع اللعب، المكعبات، الأقلام، الأشياء الموجودة في المنزل أربعة يدعم نظام القياس والتقييم والبرمجة ووضع الأهداف الأطفال في بيئات دمجية يساعد أن أدمج الطفل ونشجع التعاون بين المعلمين وأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية الأخرى لهذا يتم استخدام نظام القياس والتقييم والبرمجة الإبس قوانين ثابتة نظام القياس والتقييم والبرمجة هذه القوانين تساعدني في معرفات ماذا؟ المهارات أو المجالات التي أتقنها الطفل هو حساب متوسط درجة المعلمة والخصائية ولاستخراج درجة الهدف الطويل هذا الشريح أو هذه الصورة دائماً الخصائية تضعها بجوارها لأنها تساعدها في الوصول إلى النتيجة التقريبية للمجالات التي أتقنها الطفل أو الأهداف العامة نحرس دائماً في استخراج ماذا؟ الهدف الطويل وهو الهدف العام ولا ننظر إلى الأهداف الخاصة في تحقيق الهدف إذا الطفل أخذ عند الأم صفر من خلال التقرير الأسري وعند المعلمة والخصائية صفر إذن سوف يأخذ الطفل صفر في هذا الهدف أخذ عند الأم صفر عند المعلمة واحد كم يأخذ الطفل يأخذ صفر؟ أخذ عند الأم واحد في بعض المهارات وعند المعلمة في هذه المهارة أخذ واحد إذن يأخذ واحد أخذ عند الأم واحد في مهارة معينة وأخذ عند المعلمة اثنان كم يأخذ الطفل يأخذ واحد هذه نتيجة تقريبية أخذ عند الأم اثنين عند المعلمة اثنين إذن سوف يأخذ اثنين أخذ عند الأم اثنين عند المعلمة صفر إذن سوف يأخذ واحد في نتيجة الاختبار لاستخراج درجة الهدف الطويل نقاط مهمة دائما أهدافنا نسعى إلى ماذا؟ معرفة درجات القطع مقارنة بين المجالات التي أتقنها الطفل والمجالات التي لم يتقنها الطفل من خلال مقارناته بدرجات القطع الثابتة نحرص دائما على مشاهدة ماذا؟ حساب درجة الأهداف العامة للمجال لا أنظر إلى الأهداف الخاصة للطفل وفي نهاية لقاء اليوم أشكر لكم حسن استماعكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته